لأ ملعوبة حلوة مور ما تخذش على الأهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وموعد يتجدد معكم في توقيت الفرحة والسعادة مع جماهير النادي الأهلي حلقة اليوم من ملك وكتابة يغيب عنا لظروف مرضية عارضة وبسيطة جدا إن شاء الله المهندس عدلي القيعي اللي يمكن أصيب بنزلة برد شديدة وأثناء العودة مبارح من العاصمة الإماراتية أبو ظبي محتفيا ومحتفلا بتتويج الأهلي بالميدالية البرونزية على مستوى العالم وللمرة الثالثة في إنجاز كبير جدا لكن هنتطمن طبعا على المهندس عدلي هنتطمن حضراتكم على حالته هتسمعوا صوته بإذن الله تعالى الحقيقة حلقة النهاردة وهي تحمل الرقم 735 من حلقات ملك وكتابة لا تحتمل إلا عنوان واحد فقط طبعا فيها كتير جدا من الكواليس ومن التفاصيل ومن أسباب اللي حصل وحاجات كتيرة في سنايا هذا الإنجاز الكبير لكنه العنوان الوحيد اللي بتحمله هذه الحلقة الأهل القمة اسمع لمسمى عارفين ليه؟ لأن الكلمات دي مع كل لجوم من لجوان الأربعة الرائعة للأهلي في مرمى الهلال السعودي كانت بتهز مدرجات آل نهيان الأهل القمة اسمع لمسمى الأهل القمة اسمع لمسمى أهلي وفتمي بحشكي عوبة باب هتسد وتعلي أحسب لي وقلي في السنة شوف كام بطولة حققناها روحنا بعدها مرحلة والرجالة مكملات ده محلي وفقر علني وقدرنا نعدي بعيدة عن أي مقر نومون تقيا ناسآل الأهل القمة اسمع لمسمى أهلي وفتمي بتشكي عوبة باب هتسد وتعلي أحسب لي وقلي في السنة شوف كام بطولة حققناها الأهل القمة اسمع لمسمى أهلي وفتمي بتشكي عوبة باب هتزد وتعلي احسب لي وقول لي في السنة شوف كام بطولة حققناها احسب لي وقول لي شوف كام بطولة في السنة حققناها هو دا الاهلي صانع البهجة هو دا النادي الاهلي سفير السعادة هو دا النادي الاهلي اللي بيدخل الفرحة على قلوب كل محبيب على قلوب كل ابناء الوطن العربي اللي عاشوا أسعد اللحظات في تتويج الآل بالبرونزية والأهم من البرونزية وأغلى الحقيقة الكرة الحلوة الظهور المشرف الالتزام الأخلاقي والمسندة الجماهيرية الكبيرة اللي أعتقد بيانت للناس ولكل الناس حجم شعبية النادي الآلي مدى ارتباط الكل بالنادي الآلي مدى التقدير العلامي الكبير للنادي الآلي حلقة النهاردة وحلقة الخميس اللي جاي إن شاء الله هتستمتعوا بكواليس كتيرة جدا من قلب الحدث ردود الأفعال العالمية التعليقات لكبار النجوم والمدربين العالميين اللي كانوا موجودين معنا في فندق الإقامة الخاص ببعثة الفيفا واللجنة العليا المنظمة للبطولة كانوا شايفين الأهل إزاي وردات الفعل بعد الفوز بالأربعة أو حتى بعد الهزيمة من بالمراس البرازيلي وإزاي شايفين إنه فيه فريق لعبته الدوليين جايين من بطولة كبيرة جدا ودخلين على بطولة أكبر بدون أي فواصل زمنية إلا رحلة الطيارة في العشر اتنشر ساعة اللي قطعوها من يا وندي إلى الابوظابي مرورا بالقاهرة دي تفاصيل كتيرة جدا هتخلي كل واحد أهلاوي فخور باللي حصل سعيد باللي حصل مقدر هذا الجهد الرائع جدا من اللعيبة والجهاز الفني بس تفتكروا المهندس عدلي غاب عننا ليه يا باش مهندس ألف سلام عليك ربنا سلمك عزيزي إبراهيم طب صوتك كويسة هو والله بص يا إبراهيم يعني دائما الأقدار هي اللي بتخطط طبعا يعني إحنا آخر يومين عمليين نعمل اسكرينات ونجيب شطات ونقابل ناس ونحط صحيح صحيح حتى وحنا في المطار صحيح لكن أنا وأنا في الطيارة التكيف يعني حسيته أن يتعبني جدا 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 وحسيته أن يجالي زكام جامد لما خرق فطبعا أحسبها لكل شيء الواحد يعني يعود بقى يكن يوم واللاثنين كده ربنا يساهل ويسطر لكن تقدرونا تضحك الأقدار يكونش صديقنا العزيز اللي أستاذ عصام سالم كان قاعد جنبك هو اللي فتح فتحة التكيف دي يات والله مش عارف هو يعني عصام ده مش رخيات الجميلة رائع رائع حد محترف جدا وهو راجل دمالكاو متصالح مع نفسه جدا صحيح والحقيقة له مكانة وشعبية بين أشقاءنا الإعلاميين هناك صحيح بصورب ومنطع التقدير وهو راجل مهزم جدا 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 والحقيقة كان مقدر جدا ومبسوط من اللي الأهل بيعملوا آه ما أنا بقول يعني هو متصالح مع نفسه جدا معدوث مشاكل آه ما أظنش إن حد يعني مش هو اللي فتح فتحة التكيف بتاعة القيارة لا لا مش هو طيب طب مني دلوقتي إيه الأخبار فيه سخونية ولا حاجة لا هو فيش حرارة بس فيه آه خلال يوم أو اثنين مع الأدوية والتكثيف آه نخلص خلاص أحتفظتك بكل الكواليس لحلقة الخميس إن شاء الله بس بداية أنا أريد أن أقول حاجتين مهمين جدا أتحب آه بداية أحييي هذا القرار العاقل المدروس الذي ينطوي على مسؤولية وتقدير للموقف الذي اتخذه ولي سليمان كابتن ولي سليمان كابتن ولي سليمان اختار أجمل لحظة ممكن يعتاد فيها هو مش عارف حاجينه تاني آه صحيح كابتن ولي سليمان شاءت الظروف إنه مكنش موجود معنا المرة الفات آه وإلى جاء وشارك آه بشكل فعال وأمتعنا والناس كلها شافت آه قدراته وأنا كالنفسي الكورة اللي هو أطاحها دي وفكر يلعبها في الجون طيب هي دي اللقطة اللي ممكن الناس كلها تفتكروا بيها آه لكن هو إنسان رائع سوف يستفيد منه الأهلي آه في كل مجالات تختارها آه وفي نفس الوقت بيدي القضوة النموذج لكل شبابنا الناشئين آه دي واحد اتنين طعم بقدر ما آه يعني آه استقنا بقدر ما قرقنا من الغيابات وتتالي الإصابات بشكل غير مسبوق على مستوى العالم آه بقدر ما ساعدنا إن القدر حاول إن يعوضنا بعض الشيء بقدم لنا أربع عناصر آآ 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 قدمت شهادة آآ ميلادها مع نادي الأهلي في هذه آآ آآ البطولة آآ محمد عبد المنعم آآ 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 كريم فؤاد آآ آآ مغربي اللي لعب أول أول مباراة مين؟ محمد مغربي اللي لعب أول مباراة وخرج مصاب آآآ وحمد عبد القادر اللي مش بس قدم ورع اعتواده للنادي الأهلي ده لفت نظر كيروش كموهبة لها طعم خاص يقدر يعني يضيف آآ بشكل إيجابي آآ وطبعا المغربي وأنا متصور لو كان آآ في فرص متيحت آآ لبعض نشئنا آآ أعتقد إن كانوا هيثبتوا آآ وجودهم آآ أما الذي قطع الشك باليقين وهو الحضور الجماهيري أيوة لعبنا طالت مطشات مطشين كان لنا الغلبة في المدرجات ومطش لم نتمكن من حضور الجماهير بالشكل الغائق والمكسف فبدأت النتائج من المدرج آآ فليبالك المدرج مش مسألة اللي بيشجعك وبيحفزك ده جزء ده ما بيعك ثقة الناس بالزبط في فريقها بيولد الطاقة الإيجابية حواليك إحنا إحنا داخلين على الأستاذ آآ وانت أقنعتني قلتلي طولة الفاتحة انت جيت حضار في المركز الثالث الرابع آآ وشاءت ظروف أني نزلوني معاك في أبعض نقطة آآ عن البواب اللي حواليك فمشينا في وسط الناس وشوح آآ كانت ساعتها فترة للتصويت على ملك وكتابة لا الجمال طبعا طبعا حجم التقدير وحجم السعادة وعدد الصور اللي خدناها قبل المباراة وبعض المباراة وإحنا خرجين لكن كانت بتقول إيه إحنا شفنا طاقة إيجابية عند الجماهل أستاذ إبراهيم صحيح هنكسب اتنين وثلاثة جماعة بالراحة بقس والنبي مش عايد آآ يعني الثماني بال بال بالدرجة شديدة التفاؤل عشان ما يجيش إحباط لحد ولكن منذ انطلاق اللحظة الأولى للمباراة ده شهد أهلي مختلف أعظم أداء في خلال النصف ساعة الأول قبل أن يكون هناك تأثير للطاردة أو غيره آآ مهارة جماعية ثلاثة آآ تقدير آآ الناس قاعدة مستمتعة الحقيقة وآآ شهدت الأهلي كما ينبغي أن تشاهدوا وأعتقد أن النسخة دي تنافس نسخة 2006 آآ وأن كانت في الزخم بتاعها طبعا آآ لكن لو تفتكر أنا وانا في الفندق قلت لك هذا الكلام آآ قلت لك إحنا في 2005 كنا كاملين في 2006 خطت ظهر بالكامل غرع عن النادي الآلي من أول حرس المرمى للأربع اللي قدامه آآ وستطعنا نصل إلى المركز التالي هذا يعني إيه وده اللي أنا بقوله تمال ما أنا سيقولك خطأ في التشكيل في النادي الآلي ما فيش خطأ كل اللعيبة غيبة من بعضها آآ إنما فيه توفيق اللاعب يميها جاهز ولا مش جاهز معنويا آآ آآ بدنيا فنيا متعاون مش متعاون موفق أو لا لكن كل اللعبتنا في أي مكان يقدروا آآ يأدوا وآآ أبطعونا والحقيقة يا أستاذ إبراهيم إحنا شفنا حجم التقدير آآ من الشقاء العرب صحيح النادي الآهل صحيح كنا فرحانين فعلا لأن هكذا يقدم النادي الآهل نفسه إلى الوسط الدول يعني يعني مبرو آآ برافو برافو الوليد سليمان برافو الفرقة برافو الموسيماني آآ صديقك بقى صديقك موسيمان أنا أنا مش يعني مش هتكلم على الكواليس اللقاء الخاص اللي جمعك بيه قبل المباراة هخليك ليه اليوم الخميس صحيح آآ لا هو هو موسيمان الحقيقة بقدر الاهل جسد بالآخر كده صحيح ويعني ما ينفعش إن التفاوض يبقى على صفحات الإعلام ويعني شاشات التلفزيون أو خلاص ما نهخل خلل التفاصيل يوم الخميس ماشي خلينا بقى يوم الخميس إن شاء الله آآ والمفاجأة اللي كانت في المطار بردو آآ منينا واخونا آآ حكم آآ مروان كنفاني اللي ما شفنوش بقى لنا فوق من عشرين سنة جاء هو ابنه عنده خلاص ما أنا قلتلك هنخلي مشروع ابنه ده اليوم الخميس برضو لا مش هنقدم تفاصيل أنا ماشي بقول للناس إن البطولة دي جابت ناس من في صور هيلة آآ آآ طيب أتمنى لك بقى يعام بس أنت صوتك كويس لأن لو كنت سمعت صوتك من ساعتين ثلاثة كنت قلتلك لازم تنزل للحياة بإذن الله تكون نازل برض يعني إن شاء الله أنت ده أنت يعني خدت مساحات هناك بقدي إيه أنت يوم والتاني مسحة معلش مش عارفين لا الحمد لله إن شاء الله خير إحنا الإستاذ كله كان بيصور معنا صحيح فأتمنى لك حلقة مميزة ألف ألف مبروك باشموندس وألف ألف سلامة ومنتظرين لما ألتقي به عشان تناكفنك إن شاء الله حمد لله على السلامة وألف ألف سلام عليك والحياة للسادة المشاهدين وحشوني جدا هم اتطمنوا عليك أنا لو ما كنتش يعني اتصلنا به كان كلها هيقعد يقلق شوية بس كويس إن الكل سمع صوتك واتطمن عليك مبروك باشموندس وألف حمد لله على السلامة شكرا للمهندس عدل القيعي الزميل الكبير لكم اكتابة لأنه عايز أقول لكم إنه قبل المباراة المهندس عدلي حتى في البطولة اللي فاتت أول ما تش مش عايز يروح فأنا جيت المرة اللي فاتت وإحنا في قطر قلت له يعني معقولة تبقى هنا وما تشوفش ملاعب كاس العالم اللي حتستضيف كاس العالم بقى للمنتخبات ده الأستاذ الرئيسي فضلت يزن عليه لغاية لما أقنعته وخدته وروحنا المباراة هلا كنا هعمل عملية تحريق واتفرج على المباراة اتفرج عليها بركلات الترجيح اللي فيها فكان صامت جدا تذكرت ده بقى في المباراة دي قلت له انت غبت انت غبت انت غبت عن المباراتين الأوليين لكن ماتش الهلال السعودي لازم أن تروح كان معنا الزميل الكبير العزيز الأستاذ حامد عز الدين ففضلت أنا والأستاذ حامد نقنع في المهندس عدلي الى ان اخدناه على حين غير زي ما بيقولوا وطلعنا على الاستاذ عايز اقولكم انه الفالو عليه الكمال يعني بشرة الخير بجد مش بس ان المهندس عدلي يحضر نفس اللحظة اللي كان حضارها في مباراة السنة اللي فاتت على البرونزية وانه يشهد مراسم التتويق بالبرونزية لا واحنا عاديين في ملعب قال نهيان انا وهو الاستاذ حامد وبنتكلم بقلق على المباراة وعلى ظروفها وعلى طبيعة المنافسة بين الاهل والهلال والحساسية بين الموجهات العربية العربية والموقف عامل ازاي والكلام كله كان فيه نوع من التراقب والمخاوف نفسها الى ان واحنا عاديين انا ببص في الموبايل لقيت الفيسبوك بيذكرني انه في مثل هذا اليوم عارفين انتو التذكير اللي بيحصل على الفيسبوك بالضبط قبل المباراة بحوالي ساعة في مثل هذا اليوم من السنة اللي فاتت صدر غلاف مجلة الاهلي اللي اتحط على الفيسبوك واتها بمناسبة فوز الاهلي بالميداليا البرونزية في الدوح انتباهي عالم الاهل الثالث العالم هزمنا ببطل البرازيل واخراص نهوات التحفيل الفيسبوك بيفكرني انه ده العدد اللي صدر في نفس اليوم 12 فبراير 2021 يعني في مثل او في نفس يوم او في مثل نفس مباراة الاهلي والهلال كلنا استقبلنا ده ببشرة خير فتخيلوا انه يكون ده العدد الخاص اللي طلع بعد المباراة بتاعة الهلال انه اسطورة المنديال بالاربعة هز الهلال عظيم يا اهل الفخر والعزة طبعا طبعا لما تشوفوا فرحة المصريين وفرحة الاهلوية وشعور جماهير الاهلي بالفخر والعزة والفرحة تعرفوا يعني ايه الاهلي صانع البهجة تعرفوا يعني ايه تشيلس الانجليزي في مراسم التتويج يعمل ممر شرفي للاهلي تقديرا وتكريما وتصفيقا للعبية تعرفوا كل الشهادات العالمية الكبيرة جدا الى انه هذا الفريق بيحطم الارقام القياسية حتى بات اسما محفوظا في اوساط كأس العالم للاندية لكن عايز اقول لكم حاجة اذا كنا بنتكلم على الاهلي بكل هذه الفرحة وهذا الزهو وهذا الفخر كواحد من اعظم صناع البهجة والسعادة للشعب المصري لازم نذكر بالتقدير والاحترام الهلال السعودي وهنا من منبر الاهلي ومن ملك وكتابة وشاشة قناة الاهلي عايزين نقول للاشقاف السعودية ولجمهير الهلال الكبيرة الهلال سيظل ساطعا الفرع الكبيرة مهما خسرت مهما كانت قسوة المباريات مهما كانت النتيجة يبقى الكبير وكبيرا ويبقى الهلال ساطعا الهلال يا جماعة واحد من أكبر وأتأل الفرق العربية اللي كل محب الكرة العربية يفخر ويزهو بيها مش معنى ان خسر مباراة ان الزعيم تراجع او الزعيم تخلى او الزعيم تجرد او جرد من ألقابه هذا هو زعيم الكرة السعودية والعربية والأسيوية لحظة تتويج ببطولة أسيا لأهلته ان يجي كأس العالم للأندية ارفع رأسك بنقولها الكل جماهير الهلال والكل لعب الهلال ادارة الهلال يمكن بدرت النهاردة بإقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم وبتفكر ترجع رامون دياز الارجنتيني تاني او رجع فعلا رسميا رامون دياز لقيادة الهلال الهلال واحد من أكثر ان لم يكن أكثر الأندية السعودية شعبية ومن أكثر الأندية العربية في أسيا تتويجا بالبطولات عشان كده بقول لكم سيظل الهلال وساطعا مهما كانت النتيجة أو مهما كانت الأهداف الأربعة هي مباراة هي مباراة وانتهت الأهل كبير والهلال كبير دي كيانات عربية رياضية محترمة ليها من الشعبية والجماهيرية اللي خلينا كلنا بنحمل ليه كل هذا التأدير الهلال عشان تشوفوا قيمة هذا النادي هو أغلى الأندية وأعلىها في القيمة التسويقية في المنطقة العربية أغلى قيمة تسويقية للهلال ستين مليون يورو يعني أكثر من مليار جنيه مصري نادي صرف على فرقته اللي راحت كاس العالم في الإمارات مبالغ طائلة جدا كان عندهم لعبة تعدد السبعة والثمان مليون يورو في السنة لكن ده لا يقلل أبدا من قيمة الهلال عنده ثمان بطولات أسيوية بينها أربعة في دور الأبطال بس في أبطال آسيا وهو أول آسيا وعنده أربع بطولات عربية بيحتل المرتبة تسعة وسبعين عالميا في قيمة أفضل ميت فريق كرة قدم في العالم في القرن العشرين إذا كان الآلي ناد القرن في أفريقيا بكل اعتزاز وفخر وتقدير فالهلال ناد القرن في أسيا بكل الاحترام والتقدير والتبجيل عشان كده ارفع رأسك بنقولها لكل جماهير الهلال وبهر لك للعيبي ناد الهلال ومنتظرين الزعيم يرجع لمنصات التتويج العربية والخليجية والأسيوية لأن هذا هو قدر الكبار ومكان الكبار نطلع للفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد الأهل القمة اسمع لمسامة والحقيقة اسمع لمسامة فعلا لأنه لما تشوفوا حجم الحب للنادي الأهلي والناس اللي جاي من كل الإمارات المختلفة اللي جاي من العين واللي جاي من دبي واللي جاي من الفجيرة واللي جاي من رأس الخيمة واللي جاي من سلطنة عمان واللي جاي من الكويت واللي جاي من السعودية كله جاي على بوظب علشان يكون مع الأهلي ده اللي يخليك تشعر أنه الأهلي يا جماعة في عمق الوجدان الجماهيري حاجة تانية قيمة التفاعل والتقدير للنادي الأهلي عالميا وخارجيا حاجة تالتة أهمية الأهل كواحد من أهم مكونات القوى النعمة المصرية حاجة مهمة جدا الارتباط العربي اللي الأهل عملوا مع كل الأشقاء العرب في شعبيته دي قيمة مضافة جدا وعلى ذكر الهلال وتقديرنا الكبير للهلال وقيمة الهلال في لقطة يمكن راجط على السوشيال ميديا شوية كابتن خطيب أثناء المباراة قاموا عمل كده فاتفسرت أهيه اتفسرت أنه الكابتن الخطيب بيقول للعيبة لأ كفاية كده النتيجة توقف عند أربعة ما تجيبوش رجوان تاني على السوشيال ميديا تفسرت دي كده لكن هي الحقيقة هي طبعا دي كورة مفيش حد يقدر يقول للعيبة كفاية أربعة أو كفاية خمسة أو لا دي كورة الأساس فيها احترام المنافس الأداء الرياضي المحترم اللي لا فيه تعالي ولا إساءة ولا إهانة ولا تقليل من شأن المنافس لكن اللقطة دي اللي الكابتن الخطيب بيعمل كده قصتها إيه وسرها إيه بقول لكم إنه مع كل جوم من لجوان والأداء اللي جمهير تفعلت معها جدا كتير من الأعضاء الوافد الرسمي للنادي الآلي اللي كانوا موجودين في المقصورة الأمامية يعني في الصف الثاني اللي تحت الكابتن الخطيب اللي كان موجود في المقصورة العلوية لكبار الضيوف إنفنتينو والمهندسان أبو ريدا وأكبار الضيوف كبار شخصيات الفيفا كابتن الخطيب لاحظ أنه بعض الأعضاء الوافد الرسمي للنادي الآلي بيحتفلوا بفرحة شديدة جدا مع كل هدف فالراجل بسلوكه الرياضي وبحسه المسؤول شاف أنه ده بيأزم شاعر بعض الأشقاء من أنصار ومسؤولي ومؤيد الهلال اللي موجودين في المحيط بتاع المقصورة فاللوم يا جماعة نحتفل بهدوء بعد إذنكم دي الإشارة اللي الكابتن الخطيب بشاورة نحتفل بهدوء وهدوء شوية بعد إذنكم احتراما لمشاعر الأشقاء السعوديين اللي موجودين في الإيريا ديت في المنطقة ديت وده كان الحياة كمة التصرف الرياضي والمسؤول أنا فرحان أنا سعيد جدا بفرقتي أنا مبسوط جدا من الأداء العالي الكرة اللي بتتلعب في أرض الملعب ردات الفعل اللي الناس كلها شايفة أنه ده فعلا فريبي يمثل الكرة الأفريقية ويستحق أنه يكون صاحب الأرقام القياسية في بطولة العالم ويضغط على ريال مدريد في الأكثر تتويجا على مستوى العالم كله شايف هذا الاستحقاق المهم جدا للنادي الأهلي لكن كابتن الخطيب بقول لهم بهدوء بعد إذنكم باحترام للمنافس ما ينفعش نجرح مشاعر الأشقاء حتى وإحنا فرحانين فكان بيطالبهم أن الاحتفال يكون أكثر هدوءا شوية دي سبب هذه الإشارة للكابتن الخطيب كمان في المقصورة الرئيسية وهنا خلينا نقف بالتحية والتأدير والإحترام للكابتن حسن حمدي كابتن حسن حمدي يا جماعة وهو مع الكابتن الخطيب في المقصورة من أول يوم والبعثة مسافرة يمكن الكابتن الخطيب جي بعد البعثة مسافرت بيوم لأنه كان مرتبط بمعاد مع الدكتور المعالج لأنه كان جاي من أوروبا للقاهرة فاستناه لكن أنتم متخيلين أن الكابتن حسن والبعثة مسافرة مسافر معها موجود هناك عشان يحسس اللعيبة أن كل رموز نادف ظهرهم أن هذا الظرف الصعب اللي الأهل بيمر بيه واللي اتفرض عليه أن يتخذ منه تسع لعيبة مع المنتخبات سواء منتخب مصر أو منتخب مالي أو علي معلول مع تونس شايفين الكابتن حسن في فندق الإقامة وفي كل تحركات البعثة مع الكابتن الخطيب باستمرار موجود بيتطمن على الفرقة بيدعمها بيسندها بيد اللعيبة هذا الدعم وهذه الثقة أن كل رموز النادي وراكه أن أنتم عليكم مسؤولية كبيرة كابتن حسن بره إطار المسؤولية العامة في النادي الآلي بس مش بره وجدان الأهلوية أبدا عشان كده حريص كان أنه كل المباريات يحضرها التدريبات بيروح يتابع طبعا لا بيتدخل ولا لكن مجرد وجوده رسالة مباشرة للعيبة أن كل رموز النادي عندهم ثقة كبيرة فيكم عشان كده الأداء المسؤول اللي أنتم شفتوه من لعبة النادي الآلي في المباراة أنت بكل الغيابات وبكل الظروف بتلعب مباراة كبيرة جدا قدام مونتير المكسيكو وبتخرجه وبتلعب مباراة كبيرة مع بالمراس أرقامك كانت أفضل من بطل البرازيل بس عارفين يعني إيه لما النادي الآلي يوصلكوا أن أنتم زعلانين أننا بنخسر من بطل البرازيل وبطل أمريكا اللاتينية يبا هو ده سقف الطموح اللي الأهلي علاه جوانا هي دي القيمة اللي النادي الأهلي وصل جمهوره لها أن أنا بتكلم في حتة تانية خالص خالص أن أنا زعلان أن أنا بخسر من بطل البرازيل أن أنا مش مقتنع أن أنا أخرج من بطل أمريكا اللاتينية اللي لما بيتوج كأقوى الفرق اللاتينية في آخر سنتين ثلاثة بيتوج على حساب فرق كبيرة جدا في الأرجنتين والبرازيل لكن تخسر من قدامه الجمهور ما يرضاش ده سقف الطموح اللي النادي الأهلي رفعوا لنا ورفعوا عندنا وخلى دلوقتي كل صحف العالم والصحف المصرية الصحف المصرية في الأول إحساسها إيه تجاه الأهلي وهي بتقول تعظيم سلام للأهلي احتفت وسائل الإعلام المختلفة بالإنجاز الكبير الذي حققه الأهلي وتتويجه بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه بفوزه الكبير والمثير على الهلال السعودي بطل آسيا برباعية نظيفة في مباراة لن تنساها الجماهير المصرية والسعودية بل كل الجماهير العربية وبالفوز الكبير والانتصار الرائع والتتويج الأجمل بميداليته المفضلة أصبح الأهلي حديث الجميع وتصدر منشتات كافة الصحف في مصر مع الإنجاز الذي حققه كأول ناد يتوج بالميدالية البرونزية في عامين متتاليين ووصفت جريدة الأخبار الأهلي بفريق الرجال وقالت الأهلي فريق الرجال صال وجال في مرمى الهلال الأحمر الرهيب يقدم أروع عروضه ويفوز برباعية تمنحه برونزية المونديال بجدارة فيما وصفت الأهرام الأهلي بالمبدع وقالت الأهلي يبدع في ليلة التتويج ببرونزية المونديال المارد الأحمر يهزم الهلال السعودي برباعية تاريخية في مباراة لن تنساها الجماهير فيما تحدثت الجمهورية عن المباراة التي وصفتها بسينفونية كروية عزفها أبطال الأهلي الذي حجب الهلال عن سماء المونديال في أبوظبي وقالت سينفونية كروية وبرونزية أهلاوية سيطرة تامة بالطول والعرض ومسيماني مدرب المواجهات الكبرى فيما وصفت مجلة أخبار الرياضة الأهلي بالزعيم ولكونه إنجازا فريدا لكافة الأندية في العالم قالت المصر اليوم الأهلي يسطر صفحة جديدة في كتاب البطولات وقالت أيضا الأهلي الكبير أوي مشيدة بأداء الأهلي ومدربه مسماني الذي حقق البرونزية الثانية على التوالي ولم تختلف الشروق في إشادتها وتقديرها لإنجاز الأهلي عن كافة وسائل الإعلام وقالت الأهلي يكتب التاريخ ويتوج ببرونزية العالم للمرة الثالثة وتحدثت عن انفراد الأهلي برقم قياسي في مونديال الأندية بعد خوضه ثمان عشرة مباراة في البطولة متفوقا على أوكلاند سيتي نيوزيلندي فيما قالت الوطن البرونزية أهلاوية الأهلي يكتسح الهلال ويحصد المركز الثالث في مونديال الأندية وقالت الوافد الأهلي ثالث العالم كتيبة مسماني تنصب السرك في أبو ظبي وبطل آسيا خارج الخدمة فيما وصفت اليوم السارع الأهلي بالشمس التي أشرقت وقالت أشرق الأهلي وغاب الهلال أشرق الأهلي وغاب الهلال وإن شاء الله لا يغيبوا الهلال أبدا ويرجع لمكانته زي ما قلتلكوا من شوية لكن الحقيقة مكاسب الأهلي في هذه الرحلة مش بس البرونزية ومش بس الأفراد والعناصر اللي المهانس عادلي أشار إليها في مداخلته معانا الآن كان أخذ قرار أنه يصفر وفد للترويج والتسويق لعضوية النادي استغلالا لفكرة أن أنت هتفعل الأسعار الجديدة للعضوية بقرار مجلس الإدارة ببتداء من أول إبريل طيب فيه مصريين كتير موجودين في الإمارات يهمهم يعملوا عضوية النادي بس ما عندهمش فرصة في الأجازات ينزلوا طيب يعملوا إيه كان القرار أنه السيد ستاري أنديل عضو مجلس الإدارة وهو رئيس لجنة العضوية في النادي يكلف أنه يكون مختص بهذا الملف الترويجي والتسويقي على هامش كأس العالم للأندية سافر معه الأستاذ محمد رمضان نائب مدير إدارة الاشتراكات ومريان ديمتري نائبة إدارة التسويق هذا الوفد كانت مهمته إزاي يسوى لعضوية النادي بالأسعار القائمة قبل زيادته وإزاي يوفر الفرصة للمصريين وحتى للأشقاء الإماراتين والعرب للحصول على عضوية النادي خلال فترة البطولة الحقيقة اللي أنا عرفته من الأسعار القائمة هم تجولوا ما بين النادي المصري في دبي والنادي المصري في العين ودي قندية خاصة بأبناء الجالية المصرية في المدينة سواء مدينة دبي أو مدينة العين وفيه أبو ظبي وفيه عجمان الحقيقة كان عندهم شغل كتير جدا أكتر بكتير من أنهم حتى يتفعلوا مع البطولة أو يتفرجوا أو يتطمنوا يمكن السستاريان دي كان بيخطف وقت أحيانا عشان يحاول يتطمن على الفرعة أو يروح مباراة أو يروح تمرين لكن كان الأساس القيام بهذا الدور اللي مجلس الإدارة قرروا وهنا تشوفوا إزاي مجلس الإدارة في عملية التسويق العضوياته والقيمته والمقاراته بيفكر بره السندوق دي الصور من اللقاءات اللي الوفد برئاسة الأساس صاري أنديل كان بيعقدها مع المصريين اللجوم في كل مكان علشان يتعرفوا على إجراءات الحصول على العضوية والحياة كانت المسألة فيها ديناميكية عالية جدا إزاي الرجل ييجي يعرف شروط العضوية يجهز ورقه يجيب شكاته ممكن ياخد الكرنهات في نفس اليوم يعني في خلال نص ساعة وانت موجود في مكانك اهو شايفين أسرة مصرية جميلة فرحانة انه الكل اخد كرنيهه في نفس اللحظة انجز العضوية وحصل على الكرنية برغم انه العملية يمكن ما سبقهاش ترويج كبير ناس كتيرة من المصريين ما عارفوش بيها لكن نتائجها كانت هائلة جدا ومبشرة جدا شسطر أنديل هيقدم تأرير لمجلس الإدارة عن التجربة عن اللي حصل فيها عن مكاسبها عن عدد العضويات عن الدخل الهايلي اللي تحقق عن بعض الصعوبات اللي حصلت عن بعض المشاكل اللي ممكن تتفاداها في المرات اللي جاية لان انا عايز اقول لكم بمجرد ما الاهل ظهر هناك الفكرة سمعت في كل الاقتر العربية لأينا حد مصري جميل جاي من سلطنة عمان رئيس النادي المصري في مسقط جاي عشان يدعو النادي الاهلي وفد النادي الاهلي يجي يروح سلطنة عمان عشان يقدم هذه الخدمة او هذه الفرصة للمصريين العاملين في السلطنة وجد طبعا جات الفرصة انه كل الاندية او كل الجاليات المصرية اللي موجودة في جدة في الكويت في قطر في سلطنة عمان في البحرين عايزة بفد النادي الاهلي يروح عشان يسهله اجراءات العضوية النادي الاهلي يا جماعة بقيمته الدولية اللي انتوا شايفينه ده كابتن محمود الخطيب بيوقع على تيشيرت النادي الاهلي عشان يسلم لمتحف الفيفا متحف الفيفا بيحط عنده فنلة النادي الاهلي باعتباره صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركة في هذه البطولة فالفيفا بيوثق هذه المشاركة ويحفظ للاهلي هذا الرقم القياسي بفنلة النادي تكون في مقتنيات الاتحاد الدولي لكرة القدم هو ده النادي الاهلي اللي انا بقول لكم حجم وصدى التأثير اللي احدثته ومشاركته في طولة العالم في الامارات اكتر بكتير من مجرد العودة بالميداليا البرونزية وان كانت تحمل رقما قياسيا كبيرا للنادي الاهلي ده الانجاز الكبير اللي حصل او المكاسب الجانبية اللي حصلت للاهلي بالاضافة الى الميداليا البرونزية شوف ده كابتن حسام غالي هو بيوقع التشيرت وبمناسبة حسام غالي عايز احكي لكم قصة يمكن موقف الاهلي فيها كاد يتسبب في احالة المهندس هاني ابو ريدا للجنة الانضباط والتأديب في الفيفا اه لما اعلن عن تعيين الحكم الفرنسي لمباراة الاهلي والهلال وده نفس الحكم اللي كان قدر مباراة الاهلي وبالمراسة وحصلت تحفظات كتيرة على ادائه في هذه المباراة فالكل انزعج ليه يتم تكرار نفس الحكم في مبارتين وراء بعض الامر في الشكل الظاهر يبدو مريبا طبعا لكن اذا عرف السبب بطل العجب كابتن خطيب ممكن انا كنتم موجود انا والمهندس عدلي دخل علينا المهندس هاني ابو ريدا احنا كنا سوا معاه في نفس الفندوق بتاع الفيفا ف كان كابتن اسامة حسن معنا فالمهندس هاني بيقول انا لسه قافل مع كابتن خطيب مكالمة مطولة معايا جدا طول ما نجاي في العربية والراجل منزعج جدا والحقيقة عنده حق ده كلام ده كلام المهندس هاني ازاي الحكم كان لسه يا دوب اعلن عن تكرار الحكم ازاي الحكم يتكرر فالمهندس هاني قال انا دائم التواصل مع الكابتن خطيب وما في حاجة بيمر بيها النادي الاهلي الا لما بكون موجود في الصورة مع الكابتن وبحاول باستمرار احل اي مشكلة قبل بتبدأ عشان كده انا منزعج جدا من فكرة تكرار الحكم استقبل هاني يا بريدة قال لنا جاني الكابتن حسام غالي عادتوا مع الناس بتوع لجنة الحكام عشان بلاش الاهلي يقدم احتجاج لانه فكرة ان انت تحتاج مسألة ما هيش لطيفة شوية وممكن تفسر على غير محمالها خاصة انه قبل المباراة فهاني ابريدة نصح انه يبقى الموقف ان انت بتقدم طلب استعلام طلب استيضاح بتسأل سؤال ليه ده حصل وارجل افادة انت مش بتحتاج لكن انت الطبيعي محتاج تفسير محتاج توضيح محتاج الناس لجنة الحكام تقولك ده حصل ليه فقال المهندس هاني ابريدة الحقيقة الموقف من لجنة الحكام كان واضح جدا قالوا احنا عندنا خمس حكام معتمدين في البطولة خمس اطكم فيه قرار ثابت ده مستجدل لانه قبل كده ما كانش موجود انه مفيش حكم من نفس القارة يحكم مباراة لفرقة من نفس قارته يعني مصطفى غربان الجزائري موجود مش هينفع يدير مباراة لانه الاهل بطل افريقي حكم من اسيا مش هينفع يدير مباراة لان الهلال موجود في حكم جات له كورونا واخر مصاب فصفت على حكمين الرجل الفرنسي والحكم الاسترالي اللي تم ادخاره لمباراة النهائي بين بالميراس و تشيلسي الحكم الفرنسي مش هينفع يدير مباراة النهائي لانه هو فرنساوي يعني اوروبي و تشيلسي بطل اوروبا فبالتالي تم ابعاد الحكم الفرنسي عن ادارة هذه المباراة النهائية فويع في قرائتنا احنا انه لازم ان يتكرر طبعا فكرة انه يحصل استيضاح و يحصل تعزيز و يحصل رد ده حط الحكم نفسه قدام مسئولياته عشان كده الناس اللي شافت ان الحكم كان يقص جدا كان دقيق جدا في قراراته كان عادل الى ابعد الحدود الممكنة ده نتيجة ان انت اخدت موقف وهنا عايز اقول للناس اليوم الموقف اعلن او الاختيار اعلن وتكرار الحكم اتقال لاحظنا ان في السوشيال ميديا كله بيتكلم الاهل ساكت لامتى والكابت الخطيب ليه ما بيحتجش و ليه النادي الاهل ما بيقولش الاهل ما بيقولش على حاجة بيعملها لكن بيكون حريص انه ياخد قرارات على درجة عالية من المسئولية تفتكروا هذا الموقف قابلت المهندس هنا يا بريدة بعد المباراة ايه الاخبار قال لتعرف انفنتينو طول المباراة كل قرار كويس للحكم ايه روح بصص لي النظام هو ده اللي انتو كنت زعلنين عليه وبعد كده قال له على فكرة لولا ان فيه تأدير شخصي ليك والتاريخك لانه على فكرة هانيا بريدة ربما كان الوحيد في مؤسسة الفيفا اللي استمر هذه السنوات من المكتب التنفيذ اللي قبل اللي فات لللي فات لده فبالتالي اقدميته معروفة داخل مؤسسة الفيفا بس انفنتينو قال له كان ممكن لو الكلام ده ما حصلش او حصل من حد غيرك لا كان ممكن يحل لجنة الانضباط والتأديب في الفيفا لمجرد ان انت عضو اللجنة التنفيذية سمحت لنفسك تتدخل لدى الحكام لانه التواصل او الاتصال بلجنة الحكام دي مسألة في منتهى الخطورة والخطأ مش مسموح بيها فانت في وسط البطولة تتصل بلجنة الحكام وتتدخل لدى لجنة الحكام علشان تستفسر او عشان تغير او عشان دي مسألة كمبدأ خطير جدا فلولة انه يعني انفنتينو بيقول لهاني لولة ان احنا عارفين بعض وانا عارف ان انتو عندكو جزء من الحق في المسألة كان الامور ممكن ما تعدش بهذا الشكل وكان ممكن يحال هاني او بريدة لجنة الانضباط بسبب حرص النادي الاهلي على موقفه هنا كان الاتحاد الدولي او انفنتينو مدرك انه الموقف اللي الاهلي بياخده واللي هاني بريدة بيدفع عنه موقف طبيعي جدا ازاي بتكرر لي حكم فكان رد هاني بريدة على انفنتينو ان احنا مش اتحاد فقير احنا كان الصح ان لجنة الحكام يكون عندها بدل الخمس قطء فقط للحكام عندها طقمين ثلاثة تاني اضافيين لان احنا بنتكلم على ظروف في جائحة كورونا بنتكلم على ضغط مباريات بنتكلم على ابطال قرات مختلفين بنتكلم على معيار فير شوية انه ما فيش حكم من نفس القرى يحكم مباراة فيها نادي من قرته فانت مبدئيا عندك موانع موجودة وعندك جائحة موجودة ازاي تكتفي بخمس قطقم فقط فلولا هذا الظرف والموقف العادل للنادي الاهلي والاستيضاح السريع من الكابتر محمود الخطيب اللي اوفت حسام غالي التقى هنا ابوريدة زي ما قال لي هنا ابوريدة واقنعه واقتنعه بوجهة النظر كان ممكن هنا ابوريدة يحل لجنة الانضباط لكن عدت على خير ردات الفعل الكبيرة للنادي الاهلي شفتوها في الاعلام كانت عاملة ازاي لكن الاهلي في هذه المشاركة المونديالية سجل ارقام قياسية مهمة جدا سيذكرها الجميع للاهلي نشوف النجاح لا يأتي بالصدفة والبطل يعرف طريق النجاح دائما هكذا كان الاهلي في مونديال الاندية وفي كل بطولاته عبر التاريخ حتى كتبت البطولات والارقام باسمه وسجل نفسه في سجلات التاريخ ولانه الاهل العاشق لكل الالقاب والبطولات يظل هدفه دائما التتويج بها وتحقيق الارقام القياسية الواحد تل والاخر ففي مونديال الاندية الذي توج فيه بالميدالية البرونزية على حساب الهلال السعودي في مباراة تاريخية اصبح الاهلي ثالثة اندية العالم وقوفا على منصة التتويج بالميداليات بعد ريال مدريد الحاصل على اربع ميداليات ذهبية وبرشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية والاهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية من بين واحد وسبعين فريقا من مختلف القرات شاركت في كأس العالم للاندية واصبح الاهلي ثالث الفرق تحقيقا للفوز برصيد ست مباريات خلف ريال مدريد الذي حقق الفوز في عشر مباريات وبرشلونة الاسباني الذي حقق الفوز في سبع مباريات وتصدر الاهلي قائمة اندية العالم الاكثر لعبا للمباريات في كأس العالم للاندية حيث لعب الاهلي ثماني عشرة مباراة يليه اوكلاند سيتي النيوزيلندي برصيد ست عشرة مباراة ويليهما في الترتيب ريال مدريد الاسباني باثنتي عشرة مباراة ومونتريا المكسيكي باثنتي عشرة مباراة ثم باتشوكا المكسيكي بتسع مباريات وبارشلون الاسباني وكلاب امريكا المكسيكي بثماني مباريات لكل منهما ومن بين الارقام التي حققها الاهلي انه من بين واحد وسبعين فريقا من مختلف القارات شارك في كأس العالم للاندية لم يحصل فريق على الميدالية البرونزية ثلاث مرات فقط حققها الاهلي يليه مونتريا المكسيكي برصيد ميداليتين برونزيتين وبالبطولة الاخيرة وصل الاهلي للدور النصف النهائية للمرة الرابعة في تاريخ البطولة حقق في ثلاث منها في عام 2006 وعام 2021 وعام 2022 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية ومن ارقام لاعبي الاهلي انه بعد احراز محمد هاني وياسر ابراهيم واحمد عبدالقادر وعمر السلية اهدافا في كأس العالم للاندية 2022 ارتفى عدد لاعبي الاهلي الذين احرزوا اهدافا في البطولة الى تسعة لاعبين وهم محمد ابو تريكا برصيد اربعة اهداف ياليف لافيو عمادو برصيد ثلاثة اهداف وعمد متعب وياسر ابراهيم بهدفين وهدف واحد لكل من السيد حمدي حسين الشحات محمد هاني احمد عبدالقادر وعمر السلية ومثل الاهلي في مشاركاته الست السابقة بالبطولة اربعة وستون لاعبة وبعد مباراة الهلال السعودي اصبح عدد اللاعبين الذين مثلوا الاهلي في تاريخ البطولة واحدا وسبعين لاعبة بمشاركة كل من علي لطفي ومحمد المغربي وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني واحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم ومحمود وحيد للمرة الاولى في تاريخ البطولة اصبح عالاهلي عالاهلي مبينساش بعوده الاهلي مبينساش جماهيره النادي الاهلي مبينساش مباده وطريقه الصابق هو ده النادي الاهلي سلمة بعدها سلمة بيطول الاهلي السامة ودي اسمه وفوق الكل وعيني ودولة ودولة عمليت مليت شرع اللي انتم الاهلي القناة اسمه على مسمة اهلي وفدمي بتشكيع وبتباب هتسد وتعلي احسبلي وقلي في السنة شوف كام بطولة حق اهنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقلي وقلي حسيني وقلي بسه نشوف كام بطولة حق اهن اهن الاهلي القمى اسمه على مسمة تخلي وتدمي بتشكيع وبتباب هتسد وتعلي احسبلي وقلي بسه نشوف كام بطولة حق سلمة بعدها سلمة وطول الأهل السماء شوفوا كلمات المبدع أي من بهجة أمر كلمات دي يا جماعة أهل القمة اسم على مسمى كانت بتهز مدرجات استاد النهيان مع كل هدف الحام مشكورين جدا الأشقاء الأعزاء في الإمارات مسؤولي الإزاعة الداخلية لستاد النهيان في التفاعل الكبير مع جمهور الأهل الجميل مع كل هدف الأهل القمة اسم على مسمى ده اللي الناس كلها رفعت للقبعة ده اللي الكله قالك ده البطل مصر وأفريقيا وهنا يعني إذا كنت بحي الفنانين الكبار اللي غنوا الأغنية رامي جمال وفريواما وأحمد سعد والمبدع بزيادة هشام جمال في كلمات أيمن بهجة أمر لأن هي دي الكلمات اللي بتعيش هتفضل شوفوا احنا بنتكلم على فكري باشا أبوض عليه رحمة الله من عقود طويلة توفية ومازالت كلماته أنت دايما أنت دايما في الأمام بنتكلم على الأمير عبدالله الفصل علي رحمة الله في رائعة عبد الحليم حافظ زين النوادي دي الكلمات اللي بتعيش في الوجدان العام عشان كده الأهل القمة اسم على مسمى لأيمن بهجة أمر خلاص اعتمدت في الوجدان الشعب العام واعتمدت الأغنية الشعبية لجماهير الأهل مع كل بطولة ومع كل هدف ومع كل احتفال وزي ما بقول لكم كان الرائع جدا أنه استاد أل نهيان يبثها مع كل هدف وكأنها تعبيرا عن الفرحة الأهلوية الكبيرة لبطل مصر وهنا أنا عايز أفتكر بس لأنه أسيرة حكاية الأهل مش بيمثل مصر الأهل بيمثل نفسه إزاي يعني وهنا فكرة التمثيل يا جماعة مين بيمثل مين لأنه إذا كانوا ظلموا حسان حداد المزيع اللي قال التوصيف ده فالناس نسيت أن فيه غيره كتير من مقدم البرامج الرياضية من لعبته الكرة قالوا الكلام ده كتير سواء لما الأهل بيلعب أو الزبالك بيلعب أو أي فريق مصر يقول لك لا هو بيمثل نفسه أنتوا محتاجين تفهموا مصطلح التمثيل صح بجد محتاجين تفهموا ضبط المصطلحات هو الأهل يشارك في بطولة أفريقيا من نفسه ولا كان بيمثل مصر باعتباره البطل المحلي لها والبطولة بتسمح أنه الوصيف بيشارك زي ما بتسمح في الكون فدرالية بطل الكياس وتالت الدوري إذن أنت بتشارك في أفريقيا ممثلا للكرة المصرية اللي أنت بطالها حلو طيب بتشارك خط بطولة أفريقيا بتشارك في بطولة العالم ممثلا عن أفريقيا اللي منحتك التمثيل عن تمثيل مصر أو التأشير عن تمثيل مصر فإذا أنت ما بتمثيلش مصر أنت بتمثل مصر وانت بتعلي قيمة مصر وانت بتقدم مصر في أبهى صورة حضرية وانت بتقدم مصر للعالم كله في كيف يكون الشاب المصري مستوى الكرة في مصر مستوى السلوك الرياضي مستوى احترام المنافس التواضع عند المكسب وجبتلكوا الصورة الرائعة للكابتن الخطيب وهو بيرفض المبلغة في الاحتفال احتراما للمنافس فما بالك لما يبقى المنافس ده الشقيق السعودي الكبير الهلال هي دي مصر وهي دي صورتها وهو ده رئيس الفيفا وهو يقلد لعيب النادي الأهل الميدالية البرونزية برقم قياسي لم يحدث عشان كده هذه الصورة الرائعة جدا الصورة الحضرية المبهجة للنادي الأهلي وهذا التمثيل الرائع للأهلي لوطنه ولقراته في كأس العالم للأندية كانت محل اهتمام كبار الكتاب ولما بقول كبار الكتاب ليس على الساحة الأدبية والشعرية بيننا من هو أعلى قامة من الشاعر الكبير فاروق جودة اللي يمكن بدون أي مبلغة اعتباره أمير شعراء هذا الزمان ما اعتقدش أنه لغة الضاد أنجبت في العقود الأخيرة من هو أرفع قيمة وأكثر غزارة في قريحته الشعرية من فاروق جودة شعر الكبير فاروق جودة في مقالته المهمة اليومية في الأهرام كتب النهاردة مقالة مهمة جدا عنوانها النادي الأهلي النادي الأهلي شوفوا لما يكتب أمير شعراء هذا الزمان القيمة الأدبية والشعرية الكبيرة فاروق جودة متفاعلا مع ما قدمه الأهلي في كأس العالم الأندية من روعتها عايزة أرهالكو بيقوله الأستاذ فاروق جودة هناك سر وراء نجاحات النادي الأهلي وهو النموذج يستحق أن يدرس لأنه يختلف عن كثير من المؤسسات المصرية في قدراته وإنجازاته إن السؤال الذي ينبغي أن نبحث له عن إجابة لماذا ينجح النادي الأهلي هل هي الإدارة من صالح سليم إلى محمود الخطيب هل هو انضباط في توزيع المسئوليات بحيث لا يعتدي أحد على اختصاصات الآخرين هل هو مشاعر الانتماء التي يغرسها النادي في لعبيه من البداية أم هو الإحساس بأن النادي الأهلي جزء عزيز من مصر الوطن والشعب أم هي روح النادي الأهلي التي لا تقتصر على لعبيه أو أعضائه بل هي تجمع ملايين المصريين في حب هذا النادي العريق الذي احتل أكثر من مائة عام من تاريخ مصر ويضيف له أستاذ فاروق جويدة إن استمرار منظومة الأهلي كل هذا العمر يؤكد أن للنجاح أسبابه وأن المؤسسات الكبرى هي التي تغرس روح الانتماء والحب إن كل لعب في مصر يتمنى أن يلعب للأهلي وكل واحد منهم يعيش بروح هذا النادي العريق إن النادي الأهلي ليس ناديا رياضيا فقط وليس ملاعب لكرة القدم إن روح الأهلي هي التي تحرك لعبيه وإداريه وجمهوره كنت أشاهد آخر مباريات النادي الأهلي في دولة الإمارات الشقيقة في كأس أندية العالم مع الهلال السعودي بيقوله الأستاذ فاروق جويدة وكان المعلق على المباراة عامر عبد الله إنسانا مثقفا يحمل الكثير من الحب لمصر والمصريين ويقدر عطاء مصر من أجل أمتها إن النادي الأهلي لا يشرف الكرة المصرية فقط ولكنه شرف لمصر كلها علينا أن ننظر للأهلي دائما الروح والإدارة والانضباط والانتماء والولاء إنه تجربة فريدة تصلح في كل زمان ومكان إن الألاف من محب النادي الأهلي الذين يحتشدون خلف ناديهم في أي مكان أكبر دليل على أن النجاح ليس سهلا ولكنه أيضا ليس مستحيلا دي مقالة الرائع الكبير شعرنا الأستاذ فاروق جويدة النهاردة في الأهرام وده اللي بيبين لحضراتكم قيمة ما يتحقق من تأثير شوفوا كبار مثقف مصر وأدبائها وشعرائها بيتلقفوه إزاي ويشوفوا تأثير النادي الأهلي في محيطه وشبابه وجمهوره وإزاي بيقدر ويثمن عمل النادي الأهلي وإنجازه ده كان كلام الأروع لعله أمير شعراء هذا الزمان الأستاذ فاروق جويدة عن النادي الأهلي وأسباب تفوقه لكن التقدير الاحترام الكبير للي حصل ما كانش محل نظرة بس من أبناء مصر والوطن العربي عالميا أخيرا اعترف الفيفا والكاف بإنجاز الأهلي وليه بقولك الفيفا والكاف لأنه الاثنين كانوا وراء ما حدث للأهلي من مأزق صعب تعرض لي في هذا التضارب ما بين بطولتين كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم للأندية وأكيد عرفتوا أنه قبل مؤتمر العشرين العشرين نادي اللي دعوا للاجتماع في يويندي على هامش كأس الأمم الأفريقية استهل إنفنتين ورئيس الفيفا ومتسب رئيس الكاف هذا المؤتمر بالاعتذار للنادي الأهلي لأنه وحده من دفع ثمن هذا التضارب المعيب في موعد البطولتين وقتها الأستاذ ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم قال لهم الفكرة مش في الاعتذار الفكرة في أنه زي مؤسسات دولية كبيرة تقع في هذا الخطأ ويحدث لها هذا التضارب في الموعيد مثل للأهلي في هذا الاجتماع أيضا أستاذ عمرو شهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم مردود الأهلي الرائع في كأس العالم للأندية كان محل تقدير من الفيفا والكاف وكمان الصحف العالمية نشوف هذا التالي أهل الحاضر صاحب البطولات أهل الماضي تاريخ من الإنجازات ولهذا دائما للأهلي مكانة خاصة وتقدير من نوع خاص من العالم أجمع ألقابه وبطولاته دائما حديث العالم أرقامه دائما تخطف الجماهير في كل مكان وبإنجاز الأهلي في منديال الأندية بالإمارات أصبح حديث العالم وتغنى الجميع بإنجازه وأرقامه في البطولة العالمية فخر إفريقيا هكذا تغنى الاتحاد الإفريقي كاف بممثله في البطولة العالمية وكتب على صفحته الرسمية الأهلي رسميا هو أول ناد في التاريخ يفوز بثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية جعلت إفريقيا فخورة وقال الفيفا المركز الثالث في كأس العالم للأندية يذهب إلى النادي الأهلي بعد أداء قاسي ضد تسعة رجال من الهلال فيما وصفت صحيفة فافيل الإسبانية انتصار الأهلي بالساحق موضحة في تقريرها أن كل الفرص الخطيرة كانت لصالح المصريين ما جعل النتيجة سخية وأشارت صحيفة بولا الإندونيسية إلى أن فوز الأهلي جاء بسهولة كبيرة جدا بعدما أكمل الهلال مباراته بتسعة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة والعشرين مع تأكيدها على تفوق نجوم الفريق المصري بفضل إمكانياتهم فيما قالت صحيفة أفريكا فوت يونيتد العالمية المختصة في تغطية أخبار كرة القدم في إفريقيا إن المباراة كان من المفترض لها أن تكون متقاربة بين الطرفين عطفا على أداء الهلال أمام تشيلس الإنجليزي ثم استدركت لكن لم يحدث أي شيء من هذا القبيل وتغنت صحف جنوب إفريقيا بإنجاز الأهلي الذي تحقق تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وقالت صحيفة كيك أوف موسيماني يعادل سجل زيدان التاريخي وأن موسيماني أصبح ثاني مدرب بعد الفرنسي الأسطوري زين الدين زيدان الذي يفوز بميداليتين متتاليتين في كأس العالم للأندية وقال موقع سوكالادوما تشيلسي يحتفل بكأس العالم للأندية وبيتسو يحتفل بالبرونزية وقالت صحيفة التايمز إن أهلي بيتسو يكتسح الهلال ويقدم عرضا مدوية للحصول على الميدالية البرونزية في الإمارات وأشدت الصحف السعودية بالأهلي وأدائه وتفوقه على الهلال وقالت صحيفة العربية السعودية الأهلي يهزم الهلال برباعية ويحتفظ ببرونزية المنديال بينما قالت صحيفة الشرق السعودية الأهلي المصري يتواج ببرونزية مونديال الأندية للمرة الثالثة فيما عنوانت صحيفة الوطن السعودية منشتها للمباراة الهلال يخسر برونزية العالم ده حجم التأدير عالميا ولو كان في وقته متسع كنا هنشوف كتير من ردات الفعل اللي بتقدر حتى في صحف جنوب أفريقيا لأنه كمان مسماني بقى حدوتة تانية خالص بقى حدوتة كبيرة في القارة ولو تشوفوا حجم التأدير حتى من لعب العالميين اللي موجودين لمسماني الكل بيقدر أنه النادي الأهلي ولو تفتكروا لما النادي الأهلي لما كانت محمود الخطيب أخذ القرار أنه يجيب بيتس مسماني لجنوب أفريقي لأول مرة الأهلي أو أي نادي مصري يستعين أو نادي عربي يستعين بمدرب من أفريقيا لتدريب فريقه الأول كان الكلام على أنه الاختيار فيه رسالة هيلة جدا وبيحتوي على تصرف حضاري كبير بس كمان الأهلي كان شايف أنه ده المدرب المناسب في هذا التوقيت المناسب عشان كده الرجل في تفاعله مع الأهلي وتأديره لجمهور الأهلي كان كبير جدا جدا لأنه عارف الأهلي هو اللي بيضيف الأهلي هو اللي بينجز مهم مسماني يدرب سانداونز حقا معه نجاح لكن أنتم متخيلين أنه فترة قصيارة جدا مع النادي الأهلي ياخد ميدالة الميدالة البرونزية في المنديال سنتين واربعات يحتفظ بدور أبطال الأفريقيا يحاق كل هذا المردود ده النادي الأهلي محدش يقول لي أسرع أي مدرب مع الأهلي بيكسب بطولات لا مش صحيح مش على الإطلاق فيه مدربين لم يوفقوا لكن هي الفكرة الأهلي منظومة متكاملة فيها الكثير من عناصر النجاح لما بيكون ترس من هذه التروس في هذه الآلة يقدر يشتغل فيها بتناغم بينجح وبيكون الإنتاج بالشكل اللي أنتوا شايفينه لكن لا تبخسوا الناس أشياءهم ما فيش حاجة اسمها أي مدرب هيدرب الأهلي ياخد بطولة ما كانش حد غلب لأنه كمان ما فيه مدربين كتير بينجحوا مع الأهلي وما ما بينجحوش بره نفس الأشخاص ونفس المدربين الفرحة الكبيرة كانت داخل غرف ملابس النادي الأهلي كانت طاغية جدا لكن عايز أقول لكم أنه نجوم الفن والرياضة حتى يعني أن الأهلي يحتفل والأهلي يكسب الأهلي يحتفل والأهلي يكسب والأهلي يفرح بكل جماهيره دي مسائل بديهية وطبيعية جدا لكن أنتم متخيلين أنه جيل يطلع يحقق هذه الأرقام بهذه التحديات عارفين أحسن نقطة مضيئة في هذا الإنجاز إيه؟ لما بيذكر جيل اللي فات مين من يجمه؟ أبو تريكا على طول يتقال أبو تريكا ولو فيها شوية بركات والجمعة ويبدأ نعدد أسماء هذا الجيل الزهبي لو سألت أي حد دلوقت هو الجيل اللي عمل الإنجاز الكبير في النادي الأهلي اللي حقق التاسعة وحقق العشرة مصحوبة بالسوبر ومصحوبة ببرونزية كأس العالم ومتستهينوش بالبرونزية تمتخيلين أن البطل بطل أوروبا والوصيف بطل أمريكا اللاتينية آه إحنا عندنا أمل وعندنا طموح وعندنا طمع وعندنا عشم أن نحن نلعب فائلا ونفس على بطولة العالم ليه ما نعليش جوانا سقف الطموح والثقة بالنفس لكن في نفس الوقت لازم نقدر ونعرف هو لما مين اللي كسب اللي كسب بطل أوروبا والوصيف بطل أمريكا اللاتينية فمش من يوم وليلة هنختصر كل المسافات والفرقات الكبيرة جدا بنا بين الكرة الأفريقية والكرة الأوروبية أو اللاتينية لكن بقول لكم أنه قيمة ما تحقق من نجاح يكمن في حاجة واحدة مين نجم هذا الفريق؟ ها هتختلف لو سألت مين نجم جيل مانوال جوزيه هتقوله أبو تريكا طب مين بركات؟ طب واقل ونبدأ نعدد لكن كان بيبقى دايما مع كل جيل فيه اسم مين النجم البارز لعمل شعبية الأهل وبطولاته في السبعنات جيل محمود الخطيب في الستنات جيل صالح سليم فيه رمز أو فيه اسم أو فيه حد مضيء جامد بيلتف حواليه الفريق لكن قيمة الإنجاز اللي حققه هذا الفريق أو هذا الجيل إنه مفهومش نجم لوحده الفريق هو النجم الفريق كله هو النجم لدرجة إنه ممكن لو جيت تقول مين أفضل لعب للأهل في البطولة تختلف ناس هتشوف فلان ومش عايزة أعدد لأنه مش هنظلم حد من اللعبة كل الناس عملت اللي عليها وزيادة كل الناس اللي اتحملت هذه المتاعب فإنك بتلعب منقوص فريق بالكامل موجود وإنت بتلعب قدام بطل المكسيك في أول مباراة دي مسألة مش سهلة والغيابات الكتيرة حتى لما بيكتمل الأمر والناس تاخد نفسها شوية يتوقف لك اتنين لعيبة أفشا وأيمن أشرف هنا فكرة انصهار الكل في الفريق وإنه يتحول الفريق لأنه يكون هو النجم مش اللعب لوحده وده أحسن حاجة حصلت وأفضل سمة حصلت في هذا الإنجاز وأكبر ترجمة لفكرة الجماعية ووحدة الفريق إنه ما فيوش نجم فردي ما فيوش حد بيلعب لنفسه ما فيوش حد بارز لوحده الكل منساجم والكل متناغم في بوتاقة واحدة عشان كده كان هذا النجاح الجمالي أو الجماعي المهم جدا اللي كان محل تقدير وثقة من نجوم الفن والطرب والغناء تقريبا كله بيرقص وكله بيغني عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقديرا للأهلي في هذا التقدير احتفى نجوم الفن والرياضة بالأهلي ونجومه بعد إنجازه بالتتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه الكبير على الهلال السعودي برباعية نظيفة وتوالت الإشادة من نجوم الفن والرياضة بإنجاز الأهلي وأرقامه وشارك الفنان كريم فهمي فرحة الفوز بالمركز الثالث في كأس العالمي للأندية من خلال صورة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر حيث ارتدى قميص النادي الأهلي فيما قال الفنان نبيل الحلفاوي ألف مبروك الميدالية الثالثة وتهنئتنا أكبر على العرض الممتع والآداء الراقي وأكمل هارد لك لزعيم آسيا لا تقلل النتيجة من مكانتكم فجأنا الأهلي كما فاجأكم منذ الثانية الأولى بعودته إلى الأهلي كما نعرفه وكما نعشقه تألق استثنائي ضعفه تهور لعبين هلاليين كما نشر الفنان صلاح عبدالله صورة له بقميصي الأهلي والزمالك وعلق قائلا الأهلي أهلي والزمالك كذلك تألق الأبطال فغاب الهلال مبروك يا أهلي وعبال من بارك للزمالك واحتفل الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي بفوز الأهلي من خلال صورة لهما مع المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو مصيماني خلال إحدى المناسبات وكتبت بسنت شوقي يا بيتسو يا جامد واحتفل يوسف الشريف وكتب ألف مبروك للأهلي الأداء الرائع وبرونزية العالم وهاردلك للهلال كأس العالم للأندية وكتب أيمن بهجة أمر الحمد لله وكتبت ندب السيوني والله ما في غيرك بفرحنا وكتب أحمد السعداني إيه الحلاوة دي؟ إيه الطعام دي؟ احتفل الفهد الأنجولي أمادو فلافيو لاعب النادي الأهلي السابق ونشر صورة لنجوم الفريق احتفالا بالبرونزية الثالثة واحتفل محمود حسن تريزيجي لاعب اسطنبول بشاك شهير وكتب ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم ودائما مشرفنا ألف ألف مبروك وهنأ كهربى زملاءه وقال البرونزية الثالثة في تاريخ نادين العظيم مبروك رجالة وكتب الكاتب الصحفي الكبير حسن مستكاوي مبروك للأهلي الأداء والفوز على شقيقه الهلال ومبروك للفريق المركز الثالث للمرة الثالثة وهارد لك للهلال وشكرا للأهلي على هذه المتعة كاملة الأوصاف على مدى المباراة بما فيها متعة الروح الرياضية شكرا على اللاعب بشخصية قوية ونشر إبراهيم فايق صورة لمسماني مدرب الأهلي وكتب سيبك انت معلم والله يخال معلم النادي الأهلي ما بينساش معوده النادي الأهلي ما بينساش جماهيره النادي الأهلي ما بينساش مبادكه وتاريخه الصابق هو ده النادي الأهلي سلمة بعدها سلمة بيطولي الأهلي السامة ودي اسمه وفوق الكل وعيني ودولة ببطولة عمليت مليت شرة وكلي انت مفوق الأهلي القناة اسمه على مسمة أهلي وفدامي بتشجيع وبدأها هتزد وتعلي أحسب لي وقول لي في السنة شوف كام بطولة حققناها وشنا بعدها مرحلة والرجالة مكملة ده محلي وقر علني وقدرنا نعدي بعيدة عن أي وقرنا ومنتقية مساءة الأهلي القناة اسمه على مسمة أهلي وفدامي بتشجيع وبدأها هتزد وتعلي أحسب لي وقول لي في السنة شوف كام بطولة حققناها الأهلي القناة اسمه على مسمة أهلي وفدامي بتشجيع وبدأها هتزد وتعلي أحسب لي وقول لي في السنة شوف كام بطولة حققناها هتزد وتعلي دايماً إن شاء الله بإذن الله تعالى طالما الأهلي كان عنده هذا القدر الكبير من الحب اللي بيقدموا البلده ومن الحفاوة اللي بيلقاها من المسؤولين ومن الاهتمام والدعم والمساندة الشعبية الكبيرة جداً اللي قال عليها الأستاذ فاروق جودة ده أكبر من مجرد فكرة بتجمع الملايين حواليها هو ده النادي الأهلي ومشكوراً كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على رأس مستقبيل النادي الأهلي أو بعثة الأهلي لدى وصولها لمطار القاهرة زهرة أمس رحب الدكتور أشرف صبحي بأعضاء مجلس إدارة النادي وبالجهاز الفني وباللعبين هنقهم على هذا الأداء الرائع جداً المشرف جداً لمصر وإزاي قدموا مصر في هذه الصورة الحضرية الرياضية المحترمة جداً وإزاي قدروا يكتسبوا كل هذا التقدير من الأوساط العالمية كلها هو ده النادي الأهلي وهو ده تأدير العالم للنادي الأهلي دكتور أشرف صبحي يمكن كان قال أنه كان على اتصال دائم بالكابتن محمود الخطيب للإطمئنان على البعثة يومياً وأنه كان عنده كل هذه السقة في قدرة لعب النادي الأهلي على أنهم يقدروا فعلاً يقدموا حاجة لبلدهم ويسعدوا الجماهير الكبيرة جداً ويكونوا خير سفير للكرة المصرية في هذا المحفل الدولي الكبير هو ده التمثيل المشرف الحقيقي هي ده الصورة هو ده الانتماء هو ده دور النادي الأهلي يا جماعة اللي بيقدموا البلده كواحد من أهم مكونات القوى النعمة المصرية الرائعة مش بالكلام ومش بالخناء بالالتزام والسلوك والانضباط والاحترام والنجاح والعمل إن أنا أقدر أحط بلدي في الصورة اللي تستحقها مصر مصر غالية جداً على النادي الأهلي النادي الأهلي لم ينشأ من العدم إلا من أجل مصر النادي الأهلي تأسس للدفاع عن القضية الوطنية وحق مصر في الاحتلال والاستقلال هو ده النادي الأهلي وهو ده دوره اللي الستيس فاروج ويدا منداش وقالك فكرة تعيش كل هذه أكتر من مئة سنة من القدرة على العطاء والنجاح والتميز عشان كده يمكن الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة وهو بيستقبل الفريق كان بيشيد بهذا السلوك الحضاري وهذا المظهر المشرف جداً اللي كان عليه لعب النادي الأهلي في البطولة الحقيقة حتى حجم الحفاوة والاهتمام بالأهلي والنجاح شوفوا مثلاً النادي الأهلي الاحتفال في فلسطين شوفوا الأخوة في فلسطين في كل الروابط ربطة محبي وعشاق الأهلي أصدقائنا علاء خالد وضياء وخليل شوفوا كل الاحتفالات اللي حصلت في غزة وفي مختلف المدن الفلسطينية شوفوا أسامة عمر وربطة حب الأهلي المصري جمعنا شوفوا حتى الفلسطينيين الأشقاء الغوال اللي راحوا الإمارات أو اللي عايشين في الإمارات وشغالين حارسين أنه يكونوا وراء النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي المجمع هو ده النادي الأهلي الفكرة الحية النبضة اللي بيلتف حواليها كل أبناء الوطن إذا كنا بنتكلم على فلسطين وما فيها بنتكلم على السودان شوفوا التقدير اللي جاي من النادي الأهلي استاد الأهلي والسلام مباريات المريخ السوداني اللي بيلعب مع الأهلي في نفس المجموعة فالأهلي بيرحب بالمناسبة ومناسبة المواجهة الجمعة بين الأهلي والهلال السوداني الشقيق في أم درمان عايز أقول لكم المفاجأة اللي ممكن تكون سر إن شاء الله إنه احتمال كبير جدا حارسنا الدول الكبير الشنوي يكون موجود في هذه المباراة اتطمنت النهار ده من التأهيل الجهزية محتمل بنسبة كبيرة في التمرينة الأخيرة اللي الأهلي هيأديها بكرة الثلاث يطمئن الجهاز الفني على جهزيته إن شاء الله وبإذن الله يكون الشنوي جاهز للسفر ومن ثم القرار الفني متروك لبيتش الموسماني في إشراكه من عدمه لكن حتى على الوطف يقدم مستوى رائع جدا في البطولة كمان حسام حسن مهاجم الآلي بدعم قوة الفريق بعد شفاية عشان يكون الفريق بيكتمل شيئا فشيئا بإذن الله ده كان الموقف في السودان وانتظار مباراة الأهلي يمكن الجمعة الساعة ثلاثة الأهلي هيلعب مع الهلال في السودان والسابت إن شاء الله هيلعب المريخ السوداني في القاهرة مع ساندونز في نفس المجموعة ضمن الجولة التانية لدور الأبطال أفريقيا اللي الأهلي حط هدفه الأساسي فيها إزاي أروح كأس العالم للمرة التالتة وإزاي هذا الجيل الرائع يعمل اللي محدش عمله ناس كتيرة فازت بدور أبطال القارة مرتين لكن زملاء الشناوي فقط هما اللي لو فازوا بالتالتة هيكون رقم قياسي غير مسبوك لا في تاريخ النادي الأهلي ولا في تاريخ دور أبطال القارة إنه فيه فريق فاز بالبطولة ثلاث مرات هذا الرقم الإعجازي هذا الرقم الإعجازي هو اللي بيتسو موسماني ولعبت النادي الأهلي عينهم عليه وكابتن سيد عب حفيظ صائد البطولات عينهم عليه في هذه المشاركة إن شاء الله نحو اللقب الحداشر الفرحة العربية بالنادي الأهلي في كل مكان يمكن في كل الأوساط العربية لو فيه وقت هنخدك في جولة في مختلف الدول العربية والمدن العربية والعواصم العربية هتشوفوا حجم التقدير للنادي الأهلي هتشوفوا كل الفضائيات العربية إزاي بتتكلم عن نادي الأهلي عندنا تغطية كبيرة جدا لردات الفعل العربية اللي فعلا عندها هذا القدر الكبير من التقدير والاحترام لما أنجزه الأهلي في البطولة مسألة مش سهلة إنك انت تتحقق بهذا الشكل هذا المردود الكويس ميستر بيتسو موسماني واحد من اللي شاركه في صناعة هذا الإنجاز وده إنجاز مش لوحده محدش لوحده عمل ده دي منظومة عمل متكاملة هو الراجل نفسه اعترف وأشاد بها في كلامه بعد المباراة نفكركم باللي قاله ميستر بيتسو موسماني نحن ممتنون ولكن إذا سألتني على مستوى الشخصي أنا لست سعيدا لأنني واجهنا بالميرس الذي فوزنا عليه العام الماضي وكنت أعتقد أن أمامنا فرصة لكي نحصل على ميداليا بلون مختلف ومن الجانب الآخر هذه الميداليا بالنسبة لي هي ذات خصوصية كبيرة وأفضل من العام الماضي لأننا أتينا إلى هنا في موقف صعب جدا لأن كان لدي لعبين في الكأس العرب ومن كأس العرب ذهبوا إلى بطولة الأمم الأفريقية ولم أشاهد لعبية لمدة شهرين بعد كأس العرب الكأس السوبر تدربت معهم مرة واحدة وقبل ذلك سبعة أو ثمانية لعبين كانوا مصابين بالكورونا نحن قاتلنا أمام كل العقبات كنا نلعب بروح النادي الأهلي وتحدثنا عن ذلك ودفعت اللعبين في هذا الاتجاه وهناك شيء واحد كنا نتدرب عليه وهو أننا لابد أن نلعب بهذا الشغف وبروح الأهلي ولا نخشى وأيما كان ما يحدث علينا أن نكون أفضل مما بدأنا من بالميرس وعندما عدنا في المباراة من بالميرس استطعنا أن نكون موجودين نتعلم من أخطائنا أنا أخذ اللوم أولا أنا لا أهرب من المسؤولية ولا أقول أن هذا خطأ اللعب أنا المدير الفني أنا المانيولام ولكن أنا ما أراه هو أن هذا هو الأهم أن نلعب بروح النادي الأهلي وكل شيء ممكن عندما تلعب بروح النادي الأهلي لأن النادي الأهلي كبير وواحد من الأشياء الأهم هو جماهير النادي الأهلي كانوا يدعموننا هنا ويدعمونني بعد خسارتنا لبالميرس كانوا يشجعونني وكانوا يقفون ورائي وهذا شجعني كثيرا لأقول أن لدي فريق قوي ولدي دعم من مجلس الإدارة ودعم من كابتن الخطيب وأيضا دعم من اللاعبين ومن الجماهير ماذا أحتاجه بعد ذلك ماذا أحتاجه بعد ذلك ده بيتسو موسيماني وهو يرى كل هذا الدعم وهذه المسندة له من الجماهير الأهلوية ومن إدارة النادي ومن الجميع زي ما قلت لكم ردات فعل الأهلي وأدائه الرائع في الإمارات كان محل تأدير الجميع حنشوف ردات الفعل العراقية والزميل العزيز والصديق الكابتن ميثم عادل ممكن يدخل بكذا صفر هو مدرب أولا لعب دولي عراقي كبير حاليا مدرب محلل وناقد رياضي له رأيه له كيمته كمان كابتن ميثم مساء الخير سرور سرور أستاذ إبراهيم الغالي ولمشاهدي قناة الأهلي وتحية طيبة للجميع تحياتي ليك وقل لي كيف تبعت كأس العالم للأندية وأداء الأهلي فيها والله فراحة بداية الله الله على الأهلي فعلا يعني هذا الأهل القمة اسم على مسمى هذا النادي الذي يوجد لينشر الفرح والسعادة في أوقات تكون الاتبسام يا أستاذ إبراهيم مجرد حلم صحيح فعل مفخرة مصر وحامل دواء القارة السمراء أينما ما يكون الأهلي تكون القيم والأمجاد والصناعة التاريخ هذا أقل ما يقال عن هذا النادي العظيم صراحة يعني الكلمات تعجز عن الوسط فأقول لكم من خلال قناتكم الموقرة مبروك للنادي الأهلي وجمهور العظيم والأسرة إدارة القناة الموقرة هذا الفوض الكبير على نادي كبير طبعا وعظيم مثل نادي الهلاء لم يأتي هذا الفوض على نادي صغير بل جاء على زعيم القارة الآسيوية الأوحد يعني بالفعل قيمة هذا الفوض وانا من وجهة نظر وقلتها في أكثر من لقاء قيمة هذا الفوض ليست في البرونجية العالمية فقط إنما كان يا أستاذ إبراهيم على زعامة نصف الأرض اللي حسمها النادي الأهلي لصالحه طبعا أنت تعرف جيدة وممكن الناس يعرفون أن الفريق السعودي قيمة السوقية والفنية كبيرة يعني لو بس أعطيك مثل بسيط وحتى نصر البرنامج والمشاهدين يستمعون لهذا الكلام اللي بعضهم ممكن ما يعرفونه فريرا هذا اللاعب اللي يطرت في المباراة تبلغ قيمته 66 مليون ريال سعودي تعاقد مع هذا النادي لمدة 3 سنوات يعني بالسنة الوحدة يحصل على 22 مليون ريال بمعنى أنه بالضبط بالضبط يحصل في كل عقدة اللي 3 سنوات على 15 مليون وستعمية وسبعة وثمانين ألف وميتين وثنين وثمانين يورو يعني مبلغ حتى تعدل 15 مليون يورو يا أستاذ براهيم وهذا كان يلعب طبعا بويست بروميش البيون لأنه قيمة لاعب النادي الأهلي الفنية وإدارة مسلماني العالي للمباراة هذا اللاعب لم يتحمل الضغط الهائل لا من الناحية الفهنية ولا للبدن فقط الثبات الانفعالي وطرد من المباراة اللي أردى قل لك اللي أردى وصله هذا يبين لنا قيمة النادي الأهلي في المباريات الكبيرة وقيمة مسلماني وإدارته لهذا النوع من المباريات وبالتأكيد المباراة سارت مثل ما شافوها الناس وكيف من أول دقيقة طرد هذا من وجهة نظري وقالت هاني مو هو سبب فوز النادي الأهلي لا أبدا نادي الأهلي من الدقيقة الأولى كان هو الضغط هو الأفضل وإن شاء الله يمكن في خسيات البرنامج جدا تحب نتكلم عن الأمور الفنية نتكلم فيه طيب قولي من ناحية الأداء الزهن العالي للنادي الأهلي واضح جدا إزاي شفت تعامل مسلماني فنيا وتكتيكيا مع المباراة في مواقهة فريق كبير بحقم الهلال شوف أستاذ إبراهيم قيمة النادي الأهلي ومسلماني في هذه المباراة في مسألة غاية الأهمية هي فعالية نظام اللعب من خلال التوجهات التكتيكية للفريق بمعنى هذه الفعالية شوفت كيف مسلماني ذكي وعبقري غير نظام اللعب يعني قلت لك فعالية نظام اللعب لأنه غير النظام من الثلاثة أربعة ثلاثة للأربعة ثلاثة يعني في ليلة وضحاءها هذا وين هذا كيف ستوى هذا الشيء كيف عمله حركة فنين كيف نعمله هل هو يعني جاوحي مثلا لا هذه دراسة مستفيضة للمنافذ وقيمة البطولة وتركيزها العالي شوف هذا العالية تتضام اللعب هذا اللي عملها مسلماني في هذه المباراة ويمكن توافقت وين توافقت مع أوجه اللعب الهجومي والدفاعي للفريق لحيث أن اللعب الهجومي للفريق اللي حصل على أربع أهداف وكان من الممكن أن تصبح شبعة لو استغلها فريق النادي الأهلي اللي يمكن يعني حفظ كرامة النادي الهلال السعودي اللي يستحقها طبعا في المباراة هذا النظام تلاء مع نوعية اللاعبين الموجودة شوف كيف شوف التفكير العالي وفي عملية التحول وأيضا في المجازف والمباغتة لقيمة مسلماني المجازف والمباغتة اللي هو دائما يعتمدها مسلماني في بداية الموجود لعب بالثلاثة أربعة ثلاثة فكانت هي عملية مجازفة ومباغتة للخصوم والمنافتين حتى يمكن البعض من النقاط ما وافقه أو يمكن كان عندهم تحفظات على هذا النظام لكن قيمة مسلماني في مرونة نظام اللعب وقيمتها أيضا في اللعب تحت الضغوط ومسألة كيف يستخلص الكرة في وسط الملعب وثمو التحول عندما وضع ثلاث لاعبين عباقرة لاعبين أقوياء من الناحية الذهنية والجتمانية والبدنية والفنية اللي هو السولية والديانك وحمد فتحي وبالتالي عمل البلوك في وسط الملعب ضغط على لاعب الهلال أخرجهم من تركيتهم والطرد اللي صار مو بسبب أن اللاعبين فقط استهتروا لا يعني مو بس لأن فقط لاعبي الهلال استهتروا هذا كلام أيضا أنا سمعته في الإعلام وهذا غير صحيح لا بسبب بغط لاعبي النادي الأهلي بالضبط وقيمتهم الفنية أخرجوا لاعبي الهلال من من السباة الإنسعالي صحيح إحران لازم يكون في أعلى مستوى في هذه المباراة وبالتالي استطاع فريق النادي الأهلي أن يهيمن على المباراة من أول دقيقة لهذا أنا أقول ليس الطرد هو من يمكن خلى النادي الأهلي يكون هذا كلام غير 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 متوافق مع الحقيقة وغير منسجم مع الواقع بل أن التفوق الآلي هو اللي أدى إلى توطر رعب الهلال وخرجهم بالتأكيد هذا التكيف شوف ساد أبراهيم التوافق في توازن يكون توازن متكامل ما بين الإدراك التكتيكي لأسلوب لعب الفريق والمميزات الفنية في المركز اللي يلعب اللاعب صحيح نقطة جداً مهمة في الأمور الفنية هذي تتولد تتولد أن يكون الأسلوب مناسب ومنسجم مع نظام اللعب اللي يلعبية مع العلم هو غيره فهي القيمة الأساسية لمسلمان بحيث أن التكيف مع متطلبات اللعبية ما قلت لك من ناحية المرونة التكييف هل النظام كانت في أعلى مستواها النظام كان مرن وكان اللعبين يطبقونه بكل حذا صيرة وأيضاً من خلال مركز اللعب حتى لو تغيرت بعض الأسماء حتى لو تغيرت بعض الأسماء إذن القيمة المسلماني في هذه الناحية اللي يمكن مثل ما قلت لك هذا الإدراك أثر سلباً على اليمن على اختلال أوجه اللعب لنادي الهلال لأنه شو صارت عدة مشكلة وين في خروجه في مسألة السبات الانفتعالي وفي مسألة تركيز اللاعبين لإدارتهم للمباراة وحتى جارزين اللي أقيل يعني نادي الأهلاء أحبك معلومة يمكن أن تعرفها أنه النادي الأقلاء لمدربة يوم أقال المدربة بسبب هذه النتيجة بالضب طبعاً هي في إفرازات كثيرة يعني لكن هذه مثل ما نقول المثمار الأخير في ناعج جاردين اللي وضعها منه واللي وضعها متماني ودكة في ظهر جاردين وأخرج جاردين من تدريب النادي نادي الهلال يعني بمعنى أن الإدراك التكتيف كان من أهم عوامل نجاح السلوك اللعب في حالة تغيير مراكب اللعب وفي حالة تغيير كابتن ميثم سعدابي جداً ودائماً متواصلين معاك في كل الأيام الحلوة الله يسلمك سيد إبراهيم وتحياتي إليك وأدعو أدعو ربي أن يشافي المهندس العزيز عدلي القيعي وأن يكون متواجدين هنا في الحلقات القادمة بإذن الله إن شاء الله شكراً جزيلاً للصديق العزيز الكابتن ميثم عادل نجم الكرة العراقية والمدرب ومحل للأداء وأيضاً الناقد الرياضي المتميز على هذه الإطلالة المهمة اللي انتو شفتوا فيها حجم التأدير لما أنجزه الأهلي وما نفزه لاعب النادي الأهلي ومستر بيتسو مسماني دا كان كلام مهم وشهادة عراقية ذات قيمة نطلع الفاصل وبعد الفاصل شهادات أخرى مهمة ألم بحضر لكم جدير وما تخافش على الأهلي طالما الأهلي كفكرة بعد كل هذه العقود قادرة في كل فترة وفي كل عصر تقدر تقدم النماذج اللي بتحب الأهلي بصدقه والنماذج اللي عارفه ازاي تحافظ على قيمة النادي الأهلي ما عرفش غرابة الأقدار وكأنه الأقدار فعلا بترتب مواعيد الرحيل الكريم والموثق اللي بيتقر رخله بمضمون صاحبه وتفاصيل مشواره فاكريني الكابتن صالح سليم عليها رحمة الله القدر يكتب له رحيل في 6 مايو 2002 كان بالمناسبة اليوم ده يوم وفاء النيل وكأن القدر اختار لكابتن صالح بعد هذا المشوار الراع في الوفاء للنادي الأهلي والوفاء لكل موعد مع النادي الأهلي أنه لازم يرحل في يوم وفاء النيل ومش أي حاجة ده النيل مصدر الحياة اللي مصر هبت النيل فشوفوا قمة الدلالة بتاعة الموعد أنه يرحل صالح سليم في يوم وفاء النيل اللي النادي الأهلي تأسس على ضفاف هذا النهر الخالد عشان كده كان غريب جدا كمان أنه واحد من اللي أحبوا النادي الأهلي بصدق وأحبوه من جواهم قوي كابتن سابت البطل ألف رحمة ونور عليه يرحل في عيد الحب بصوا غرابة الموعيد ودلالة التوقيتات كابتن سابت عليه رحمة الله في مثل هذا اليوم 14 فبراير ومصر بتحتفل بعيد الحب كان موعد رحيل كابتن سابت البطل في 2005 سابت البطل صيرت حب كبيرة جدا للنادي الأهلي موسيقى وأعتقد سابت البطل عليه رحمة الله الذي أحب الأهلي بكل هذا الصدق كلكم فاكرين تفصيلات حتى تصديه ببسالة وصبر للمرض اللعين ربنا أحفظكو جميعاً لكن واجه هذا المرض بثبات وإيمان وحب للنادي الأهلي اللقطة دي يا جماعة بترجم حاجات كتير قوي اللقطة دي كما لو كان هذا الرجل العظيم حاب يسيبها رسالة مع أنفاسه الأخيرة في الدنيا كلكم فاكرين مباراة الأهل والزمالك ليلة المباراة كلمته والله يرحمه عشان اتطمن عليه بقول لكابتن روح ارتاح قال لك طب تفتكروا وانا لو روحت هرتاح من هفضل الآن على الفرقة وقال الآن على الأهلي فخليني الآن وانا موجود في الملعب فضل متدثر بالبطنية بيواجه لفحات البرد وقصوة المرض وبعدها بساعات كانت مشيئة الله اللهم لا اعتراض لكن كلنا زائلون اللي هتفضل السيرة وحيفضل الأثر وهتفضل الحكاية ثابت البطل حكاية كبيرة قوي في الحب والعطاء للنادي الاهلي مشوار طويل حافل مش عايز اقول كتير من التفاصيل اللي قناة الاهلي ارادت ان تبادل الكابتن العظيم الراحل ثابت البطل حبا بحب وتقديرا بتقدير ونجاحا بجزء من التقدير لمشوار هذا البطل الذي ظل الاهلي في قلبه ثابتا طوال عمره فيلم تسجيلي بتقدمه قناة الاهلي لجمهور النادي الاهلي والكل عشاق الاهلي وكل واحد بيحب سيرة النقاء والولاء والانتماء وسابت البطل فيلم تسجيلي عن سابت البطل عليه رحمة الله حتى تبعوه بعد حلقة اليوم عشان تشوفوا الاهلي ما بينجحش من فراغ الاهلي خلفه الكثيرون من نوعية الكابتن سابت البطل عليه رحمة الله دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي بإذن الله تعالى بطلا شمخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم وشهادات أخرى كثيرة ومهمة فكواليس رحلة التتوين تصبح على خير كلام بجد شد وجزد خد وهات وهات واخد بص شوت عد فوت لأ ملعوبة حيلو عموق ما تخافش على الاهلي ترجمة نانسي قنقر